أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لسيما ذات الصلاة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليستيرا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة والمتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية البدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعي للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة أضف المتحدث أيضا أن الرئيس السيسي قد أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلية لكونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وشد ذا الرئيس السيسي على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق تصنيع المحلي في مصر لسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم